تفتح مركز كل واحد يسمعني بالشرق بالعراق بالخليج بالأمازيغ ومصر مشروع عظيم تفتح مركز كوني ممكن يكون من طابقين الطابق الأول تفتح جيم للرياضة الكونية الطابق الثاني تبيع ما يسمى بالأعشاب النباتية الطابق الثاني يكون مركز تبيع الأعشاب الأبدية وأيضاً تدرس العلوم الكونية طابقين الطابق الأول مركز الرياضة الكونية يأتون طلاب يتمرنون يتحدون مع طاقات الأكوان ويعرفون أن حقيقتهم أنهم ضوء أبدي هذا الطابق الأول الطابق الثاني يكون مركز قسمياً تبيع أعشاب الأبدية والدرس العلوم الكونية العلوم الكونية مهمة جداً وهذا المشروع مهم جداً جداً لأن السنوات القادمة راح تنفتح مثل هذه المشاريع فكروا به جيداً بس يحتاج أنك تدرس تدرس العلوم الكونية تقريباً تدرسها ويانا سنة موجودة قنوات يجب أن تعرف معاني الضوء الأبدي الاتحال بالطاقات الكونية الكائنات الكونية هاي العلوم تدرس كتاب قوة الوعي كتاب جداً مهم كتاب قوتك الغير منظورة لي جنفة فيبيرل جداً مهم سنة خلال هاي السنة تأسس هذا المشروع كل واحد يسمعني ابدأ بهذا المشروع مشروع عظيم اللي ممكن ما ينفذ بالشرح حقيقة ممكن يتندم لأنه راح تنفتح هكذا مراكز فأنت ابدأ بها أسس قناة بالسوشيل ميديا وإعلن عنها وحتى أعتقد التكاليف شنو معنى تكاليف تأسيس جيم الجيم يكون بسيط المشروع يكون سمبل بالعراق بالموصل ممكن يعني إزاي من العراق الموصل البصرة بغداد وبمصر بالخليج بالأمازيغ لقد أخبرنا من قبل الكائنات الكونية أن هناك نهوض كوني عظيم بالشرط الأوسط ورح تنفتح مراكز عظيمة فأفهم الرسالة مراكز عظيمة يدربون بها الجيم الكوني ويبيعون فيها يوضحون للناس أهمية نحن نسميها أعشاب الأبدية ويدرسون العلوم الكونيين آني سبوع تقريبا كان عندي استرخاء هذه المنطقة كنت أعتقد ثلاثة سابيع رفع عفقال فهذا جزء من الجسم يحتاج استرخاء فثلاثة سابيع رفعنا تقريبا عشرين كيلو بدأنا بعشر كيلوات وخمستعاش كيلو وعشرين كيلو ونعطي لهاي المنطقة من الجسم استرخاء سبوع تقريبا ونكمل ها شبابنا رياضة رفع الأثقال رياضة مهمة رياضة المكثفة مهمة لقد أخبرنا أقول مرة أخرى شبابنا من قبل الكائنات الكونية أنه بممارسة الرياضة المكثفة تنفتح جينات الأبدية فنبدأ أيضا الآن بزيادة الأثقال فراح نرفع تقريبا 22-23 كيلو وراح نستمر ها يعني ممكن ثلاثة سابيع نتمرن أسبوع يكون استرخاء بس أنا خلال هذا الأسبوع أسبوع الاسترخاء أيضا رفعت أشياء أو أثقال خفيفة عمل تمشي فتكون الزيادة ها يعني 22-23 وبعدها بفترة 27 كيلو وبعدها بفترة 30 كيلو وبعدها بفترة 35-40-50-60-70 أصبح عندي أنا بالمناسبة أصبح عندي ما يقارب 88 كيلو إجتني هذي أشوفوا هاي جديدة وهاي ما تنفتح ها هذي تنفتح باستمرار شامل فهذا أنا عندي 60 كيلو هذا القرص شاهدوا هذا هذا 2.5 كيلو هذا 2.5 كيلو تمام بس هي مجموعة من الأقراص فهذا البوكس جزء منه هذا 21 كيلو ومرة أخرى أقول ما أعرف لي أشبقوني أو جابة أو هامل هذا نص كيلو وهي هذا هاي المجموعة هنا أنا عندي 15 كيلو عملنا بالتمرين السابق ها رفع 15 كيلو رفع يعني تمارين الأرجو أيضا أخرج إلى الخارج تقريبا نصف ساعة 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 ونصف أتمشى وخلال التمشي أيش أعمل أستلم الطاقات الكونية أتحد مع طاقة الشمس وأتحد مع الطاقات التنينية وأتحد مع طاقة النار وطاقة الهواء قبل لا أبدأ ب أريد يعني أنه أو نبدأ نرفع تقريبا 22-23 كيلو قبل البداية نبدأ أيضا ب هاي خطأ جدا تسمى فيتامينات خطأ كبير هذا هاي مو فيتامينات هاي أعشاب الأبدية أعشاب القوة الكونية نبارك ها ويانا بس أشوفكم الآن شراح نسوي فمرة أخرى هذا 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 من شركة أوبتمام شاهدو هذا مهم ف هذا راح أحطو بهذا بهذا الشيك راح أحطو البي وضحنا هذا سابقا راح أحطو بي سي أي أي هاي هاي اثنين يلا وأحط وياهم الكريتين ها ويانا شاهدو هذا حطه بي تشيز ها هذا مهم جدا 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 الكريتين شبابنا هاي عشاب الأبدية عشاب عظيمة خطأ سموها فيتامينات أو بتاع رياضة خطأ جدا لا هاي عشاب عظيمة حقيقة زين شرح نسوي ممكن نستخدم الملعقة يلا ويانا واحد اثنين ثلاثة هذا كريتين شبابنا وهذا بي سي اي اي ايضا لأن احنا عدنا تمارين رفع اثقال شبابنا اوكي 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 هلا نحط واحد اثنين خلي اثنين زين هذا هذا البي سي اي الحوامض الامينية التسعة مهمة هذه ومن هاي الشركة هاي الشركة عظيمة حقيقة معتمدة يو اس ان اوكي يعني هاي الشركات معروفة جدا ومن هاي الشركة من اوبتوموم نيوتريشن هذا المازجينر واحد ممكن يسأل شنو المازجينر المازجينر بالتعاريف الكونية بالتعاريف الكونية ضوء الاكوان ها هذا المازجينر قوة الاكوان روح الاكوان وهذه لعشاب تسمعنا تعرفون وتعرف احنا عدنا تمارين وتعرف احنا من التحدين بالطاقات الكونية زين ويانا شاهدوا هذا حقا صار شوفوا بهذا حدود نجيب الماء يلا خلنشوفكم هذا الماء ها اها بس بس اكو شغلة به هذا هذا الماء احنا اكو فكرة مو بس بالسكون هاي ما تفيد لازم لازم نسوي لها شيك ها بس اطوني مجا راح اشوفكم فا نبارك نبارك طعام الطعام الابدية دائما نستخدم هذه الالفاب اترك ال مقويات هاي محقيقة لا 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 هاي واني جايد يعني هذا ما عمو شي سموه هذا بالعربي الملعب الفا يلا خلين سوي الشيك هذا شيك مهم شوية هذا شيك مهم لازم بستمر انا ما رجي استخدم ماشين لا طبع باللي يد أفضل الطوة شوي احسن بواحد منا منا تستمر بيه هذا شوية ليش شوف ويانا شوية يخلي السمر الطي وقت افضل اكثر هاي اوكي هاي هذا رائع شوف شوف انصار خلق اربع اكثر شوف 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 منا 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 هاي هذا ممكن نضطي بعد فرق نسوي لفرق احسن شوي نروح للعمق وانا نأتي بالكاليسيوم والماغنيسيوم والزنك من شركة سلوغر هاي اضطيتها نسبة ستة الى يعني ستة من عشرة تقريبا سلوغر مش متوسطة ولا جيدة جدا بس الشركة جيدة كاليسيوم ماغنيسيوم والزنك مهم كاليسيوم والماغنيسيوم مهم طعام الابدية هذا اخذ اثنين بس خليا وضحلكم وهذا الآخر هذا اسطورة أنا سمي اسطورة هذا فيتامين سي ألف هذا سمي اسطورة حقيقة زين فهذا اخذ مننا اثنين يلا ويانا هاي قطعتين حبتين هاي اسنين سمي سمي وحاذا اسنين 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 بسنين سمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالتمارين تحتاج طعام وأحد الأطعمة المهمة تمارين رفع الأثقال الزبت الفات فات جدا مهم هذا مركز أساسي فأني سوج قطع الخبز بس هذا الرجاح هذي بالله شبابنا قطع الخبز هذي أحط عليها الزبت ويانا الزبت مهم شباب جدا بس هذا شباب رح الرتبة يلا عندنا هذي 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 جيدة هذي الفات هذا في غاية غاية الأهمية وتتعاولوا كميات قبل حتى السيدات من يسمعوني إذا أنت تمارسين وأنا أنصح كل سيدة تبدأ أسسي جيم ممكن بالبيت جيم بسيط وسهل حقيقة إذا بتمارين رفع الأفقال تسمى تمارين المكثفة الفات مهم أيضا للسيدات جدا مهم جدا هذا هذا جدا مهم هذا مزيح شوفوا شوفوا آه 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 ها ويانا آه آه رتبه آه تمام آه 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 وكرر معلش قبل ثمارين رفع الأثقال تتناول جبريت والزبت لأن أنت ترفع أثقال نتناول الآن هذه أطعمة الأبدية ليس مباشرة أعمل التماريض أخرج أتمشى ممكن نص ساعة ساعة خلال التمشي أتحد مع طاقة الشمس وأمتل بطاقة النار وطاقة الهواء وطاقة الماء نبارك الأكوان أثناء التمشي تبارك روحك العظيمة تبارك جسمك نبارك أسامنا العظيمة أسامنا أسام عظيمة وكرر معلش لو تسمحوا لي شبابنا الزبد الفات فأي تي ها بالإنجليزي ساموه فات مهم جدا جدا وطبعا يكون الزبد يعني نوعية جيدة أقصد معد بصورة جيدة لا تتمرن رفع فقال بدون أنك تتناول الفات قبل ما تبدأ التمارين تتناول الفات ها نعرف يعني باليوتيوب ملايين من البرامج هاي رفع الأذخال والأطعمة بس أنا أناقشكم من الوعي الكوني تمام ويانا تأسسون مركز شبابنا مركز مركز كوني مشروع عظيم جدا ابدأوا به ابدأ بمشروع بسيط يعني حتى لو كانت مساحة صغيرة طابقين الطابق الأول نكرر أجهزة جيم بسيطة وتدربهم على الرياضة الكونية الطابق الثاني تبيع به أعشاب الأبدية وتعطي دروس بالعلوم الكونية وتأسس أيضا قناتك يعني بالسوشيل ميديا بهذا المركز لأن راح تصير مراكز كونية عظيمة لقد أخبرنا أن الشرق والعالم يعيش نهوض كوني عظيم وهاي العلوم بانتشار عظيم بالشرق شباب هاي العلوم الكونية تمام فالطلاب يأتون وتعطيهم نظريات المتافيزيكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تطيهم نظريات المتافيزيكس العلوم الكونية معاني الظوى الكوني معاني إن الإنسان طاقة أبدية ويبدأون أيضا يتدربون الرياضة الكونية بالطابق الأولي اللي أنت عندك الجيم يكون بسيط حقيقة وتمرنهم على أساسيات ومبادئ الرياضة الكونية أيضا اتوضح لهم أهمية الأطعمة وتخبرهم أن هذه الأطعمة هي أطعمة الأبدية أعشاب الأبدية عفوا زين هذا السيدز شوفوا هذا السيدز مجامع من السيدز وش راح أسوي راح أجيب الويو بروتين ويا المي ويا هذا السيد أيضا أتناول خليه يتشيل مو مشكلة مقادير هذا الويو بروتين تمام حطيت ويا هذا راح أدير له مي هذا شوف راح ها أها شوفون ويا بروتين وهذا السيد تدير له مي شوية هيتشي تقريبا شوية حطلة أكثر نوعا ما أعتقده أكثر أعتقده أكثر أكثر وبعدي من خلطة هيتشي يلا شوفكم شبهدوا نوعا ما أعتقده أكثر تمام أعتقده أكثر أعتقده أكثر أكثر شنر موسيقى 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 تخلطون ويا على الويل بروتي تريد اضيف لما تريد اضيف لعصير as you like خواتنا السيدات ابدأنا اسسوا جمب بسيط بالبيت وابدأوا بتمارين رفع الاثقال كل سيدة تسمعني ابدأي بتأسيس جمب البيت وابدأي بتمارين رفع الاثقال البارح عشان عدنا لقاء وشفنا بعض الفيديوهات في مصر هناك سيدات يعني بدأنا يتمرن تمارين رفع الاثقال اريد ايضا بالمناسبة اريد اقول شي اخر اي اخوة تدرسوا اي انا او تدرس العلوم الكونية رجاء اعملي فيديو اذا انت عندش جمب البيت او رايحة الى جمب مركز جمب خارج البيت اريد منكم شباب تعملون فيديو اذا ما تريد تطلع وجهك واتمارس الرياضة الكونية اللي احنا نعملها تصورها بالفيديو وتوضح كيف انت يعني وانت تمارس الرياضة كيف انت تتحد مع الطاقة الكونية وترفع الثقال شون احنا نعملها وارسلوه الي يا رجان حتى نعرضوا في قنواتنا لان هناك نموذ كوني عظيم يحدث في الارض وكرر لقد اخبرنا لقد اخبرنا لقد اخبرنا ان بموارسة الرياضة المكثفة يتم فتح جينات الابدية وجينات الابدية مهمة جدا 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 فكل سيدة تسمعني ذا تذهبين الى الجيم او بدأت عندك جيم بالبيت صوري مو شرق وجهك صوري تمارين التمارين الرياضية بس معاها توضحين الطبقين الصلاة الضوئية صلاة الكونية تتحدين بطاقة النار طاقة الهواء وانت ترفعين الاثقال وارسلي او ارسلوا شباب هذه الفيديوهات لنا حتى نضعها في قنواتنا فبعدها اخرج لتمشي تقريبا نصف ساعة ساعة واأتي ابدأ برفع الاثقال البارحة او ما اعرف يا وقت حسب ما وقت حملنا الفيديو تمارين ها؟ تمارين الرجل بالتمارين الكونية اتمرن كل الجسم ها؟ جسمك يكون في عماق الأكوان جسمك روحك فكرك ضو الأكوان انت تتمرن تبتحل بالطاقات الكونية انت تتمرن تقول تقدمي الامام انت تتمرن تعلن أنت حب أبدي وروحك روحة بدية هاي 15 كيلو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثم عشر تربطعش اثبعتعش اثبعتعش خمسة عشر سبتعش سبتعش ثمانتعش ثمانتعش سبتعش هفيفة عشري واحد وعشر ثلاثة عشري عشري اربعة هشري سبتعش اس咫 عشري سبتعش سبتعش ثمانية ولاعشرين تسعة عشري ثلاثة ينرخين دارش واحد واحد ثلاثة 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 أربعة كاف Helena خمسة أسترة أسترة سبعة ثمانية تسسافة أكبر أربعين واحد simulator أووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا